مع النجم سعد المجرد اليوم شو موقفه؟ موقف الفنان اللبناني زياد برجي كان واضح من البداية مع الفنان سعد المجرد بس ده كان قبل خروج سعد المجرد من محنته اللي كان فيها وعدت على خير والحمد لله تعالوا نشوف هل موقفه اتغير بعد خروج سعد المجرد ولا سابت على مبدأه وكمان في الحلقة دي هنعرف ايه رأيه في اغنية سعد المجرد الجديدة اشخ بارك بس ده طبعا بعد اللايك الجميل والاشتراك الاجمل لو لسه ما اشتركتش وتابع معايا الحلقة دي لحد الاخر عشان فيها تفاصيل مهمة الفنان اللبناني زياد برجي غني عن التعريف فنان لبناني مشهور جدا وليه اغاني وصلت تريندات وعملت ارقام كياسية وتشهرت في جميع انحاء الدول العربية وكمان الدول الاوروبية ومن ضمن الاغاني اللي عرفتنا بيه في مصر كانت اغنية شو حلو حبيبي شو حلو واللي عملت ضجة كبيرة في كل مكان في العالم وطلعت تريند لفترة كبيرة وحققت نجاح كبير واللي كانت وش الخير على زياد برجي واللي كتير مننا ما يعرفش ان زياد برجي صديق شخصي للمعلم سعد المجرد وتجمعهم صداقة منذ الصغر وعلاقة وطيدة جدا وده اللي خليه دافع دفاع مستميت عن سعد المجرد وعن الشائعات اللي طلعت على سعد المجرد في وقت الازمة الصعبة وطبعا عمره ما صدق ان سعد يعمل كده لانه اقرب واحد ليه وصديق مقرب لسعد المجرد وعائلته منذ ايام كان الفنان زياد برجي في حفلته الخاصة اللي ابدع فيها وكان الجمهور مبسوط جدا وتفعلوا مع الحفل وكانت حفلة جميلة بصراحة ولما استضفوه بعد الحفل وقالوله ايه موقفك من سعد المجرد تعالوا نشوف هو رد ازاي وتعاليكو كان ايه على نجاح اغنية اشخ بارك مع النجم سعد المجرد اليوم شو موقفك مبسوط انه الحمد لله بلش اللي حكيناه واللي حسيناه واللي مأكدين ان احنا دخليا منه بلش يبين واسمن الله عليه هالهت اللي نزلها دغري خلاص هادة زلم ناوي يشتغل وناوي يضل عم ينجاح وما في شي رح يوقفه بإذن الله وزي ما حضرتكو شفته وسمعته كده ان هو فنان محترم ووقف وقفة راجل مع صديقه سعد المجرد في وقت المحنة وما كانش طبعا مصدق عليه كل ده وكان واثق في برقته وكان واثق انه هو هيخرج ويعمل اغاني نكحة كالعادة كان مبسوط جدا بخروج سعد المجرد وكمان امبسط اكتر بان الفنان سعد المجرد طرح اغنية جديدة واللي هي طبعا ايش اخبارك واللي حققت نجاحات كتير وعملت قلق في ترندات العالم كله 14 مليون حتى وقتنا هذا وما زال العدد مستمر وان شاء الله 100 مليون ومليار يستحقها المعلم سعد المجرد لانها فعلا اغنية نكحة وكل العالم امبسط بعودة سعد المجرد وخروجه وكمان بنجاح اغنية اشخ بارك الرجال مواقف وفعلا الفنان زياد برجي عبر عن موقفه الرجولي نحو سعد المجرد بانه هو ثابت على رأيه وموقفه لا يتغير ابدا وانه فعلا مصدق ان سعد المجرد بريق وعارف انه هو عمره ما يعمل كده وكل دي ما هي الا شائعات مغردة هدفها الاقاع بالفنان الغالي سعد المجرد ولكن مش هيقدره مهما حوله لان سعد المجرد رقم واحد في الاغنية العربية العالمية بفنه وباخلاقه وبحب الناس ليه وكمان حب الفنانين واصدقائه لموهبته الجميلة دي وطبعا بنشكر الفنان زياد برجي على موقفه الرجولي مع الفنان سعد المجرد منذ البداية وانه هو لن يتخلى عنه ابدا ودايما كان مصدق انه هو بريق وكمان مصدق انه هو هيخرج وبالفعل خرج سعد المجرد وعمل لنا احلى اغاني حققت نجاحات كبيرة في وقت قصير جدا شكرا جزيلا من قناة نجم العاصمة للفنان الكبير اللبناني زياد برجي ودايما من نجاح لنجاح وفي استمرار تام واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير ما تنسوش اللايك والشير ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عالكل عشان يوصلك مني كل جديد انا مصطفى شريف ودي قناة نجم العاصمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته